سؤال الأول من سائل يقول أمي كانت تعمل مسوقة لبريصات التأمين على الحياة ومن الله عليها وتركت الوظيفة بعد أن صحتها بذلك لما قرأت في موقعكم عن حرمة التأمين على الحياة سؤالي عن مستحقات والدتي بيتحصت عليها بعد إنهاء عملها وأثناء عملها ماذا تفعل فيها هل لها أن تتمولها أم لابد أن تتخلص منها الجواب عن هذا يا رعاك الله لهذه الحالة ولنظائرها أن من تعامل بشيء من العقود الفاسدة جهلا بفسادها وجهلا بتحريمها فإنه يعفى له عما سنف هذا من رحمة الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغه لقول الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه فالقرآن نذير على من بلغه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فهؤلاء الذين تعاملوا مع عقود ربوية مع بنوك تجارية ربوية جهلا بالتحريم أو تأويلا لبعض من أفتى بحلها وكان يغلب على ظنه أن هذه الفتية سائغة يجوز تقليدها ثم تنبه وتبين له بعد حين بطلان هذه الفتية فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون